خلينا الناس اللي موجودة دي ما تزعش مننا بات من البساطة بمكان أن تطالع كل صباح انسحاب شركات ذات جنسيات أجنبية من العمل في السوق المصري جراء الأزمة الاقتصادية التي تعج بها البلاد منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 والتي توجت بارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه المصري ومع الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر خلال الأعوام الأخيرة وتمسك السلطة بانتهاكها الحياة السياسية بالإضافة للمناخ السياسي العام في مصر والاعتماد على الحل الأمني دون الحلول السياسية المتاحة وهبوط سوق التجارة أصبحت مصر تعاني من انحدار حد في الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي الأمر الذي دفع العديد من الشركات العالمية لغلق شركاتها ومصانعها ومكاتبها في مصر بداية من شركة ياهو وجنرال موترز وإنتل الألمانية وريالشل النفطي العملاقة ومرورا بشركة توماس كوك الألمانية للسياحة والرحلات وتوي الألمانية للسياحة وشركة باسف الألمانية للكيماويات التي أغلقت على خلفية الاضطرابات السياسية وانتهاءا بشركة ديملر المنتجة لمرسيدس كلها رحلت عن القاهرة تاركة الاقتصاد المصرية يعاني من أزمته المتفاقمة خرجت الشركات في الوقت الذي عقد عبد الفتاح السيسي مؤتمره الاقتصادي وروج إعلامه القريب منه أن ثمت مليارات وشركات عالمية ستدخل السوق المصري كل ذلك يؤكد أن ثمت مخاطر يواجهها الاقتصاد المصري أكبر مما يتخيله النظام ورجالاته وأن الوضعين الأمنية والسياسية في البلاد كفي لين بحدوث انهيار كامل للاقتصاد المصري عما قريب شكرا